تلاميذ السنة الأولى أداب مبروك عليكم الانتقال إلى الثانوية في مادة الرياضيات برنامج هذا العام هو نفسه برنامج العام الماضي أول محور هو الأعداد والحساب في الرياضيات لاحظوا معي عناصر الدروس الأعداد والحساب ممارسة الحساب في مختلف المجموعات العددية الحقيقية والناطقة والعشرية والصحيحة النسبية والصحيحة الطبيعية هذه الخمس مجموعات يجب أن نحسب عليها التحكم في الحساب الجبري اكتساب إجراءات تتعلق بالتعبير عن مشكلات بمعادلات ومترجحات وحلها استخدام الحاسبة العلمية أو البيانية استخدام الحاسبة العلمية اللي هي الكازيو اللي هي الألة الحاسبة هذه أو البيانية البيانية في المنزل عندك الهاتف في الهاتف تقوم بتثبيت جيوجابرة لإجراء الحساب هذا بالنسبة لأعداد والحساب يهمني الأعداد والحساب ثم ملاحظات بالنسبة للفصول التقويم التشخيصي ثلاث ساعات أسبوع التقويم التشخيصي أسبوع بثلاث ساعات بالنسبة للتفاصيل التفاصيل الأعداد والحساب ممارسة الحساب في مختلف المجموعات العددية التحكم في الحساب الجبري استخدام الألة الحاسبة العلمية أو البيانية الأعداد معرفة مختلف مجموعات العداد واستعمال الرموز N, Z, D, Q, R في الأنشطة الحسابية يتم التركيز على التعامل مع الأعداد بمختلف أنواعها أكثر من التركيز على التعامل مع المجموعات العددية ثم الأعداد الأولية والتحليل وحساب القاسم المشترك حساب المضاعف المشترك تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة إنجاز حسابات على القوى إنجاز حسابات على الجذور التربيئية تعيين قيمة مقربة أو مدور أو رتبة مقدار لأدد حقيقي تعيين قيمة مقربة تنظيم إجراء حساب على أعداد ناطقة أو حقية باليد هنا يا كينة فكرة هنا يا تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة أو حقيقية باليد أو بالحاسبة معنى تبدون حاسبة أو بالحاسبة حساب على أعداد حقيقية باليد أو بالحاسبة ثم نجو المحور آخر ما هو القصد هنا يا القصد أنني اخترت مجموعة من التمارين اللي هي من 2007 إلى 2023 وهي البيامات السابقة إلى الأولى ثانوي آداب من هي البيامات السابقة في البيامات السابقة هناك تمرين الأعداد والحساب كيف تتعرف عليها وكم يوجد من تمرين منها وكيف نبرهن ذلك بثلاث طرق نستطيع الحساب البحث عن تمرين الأعداد والحساب كيف نعرفها نجد الحساب على الجذور الأعداد الصماء فيها القاسم المشترك فيها حل معادلات بالكصور فيها الحساب على الكصور عدد التمرين للأعداد والحساب هي 18 هي التمرين الأول والثاني من بيام 2010 والتمرين الثاني من 2011 زائد التمرين الأول من الباقية وقد كان حلها في اليوتيوب بتكنولوجيا الإعلام والاتصال تكنولوجيا دولانفورميسيون دول كومينيكاسيون وهدفك هو وظيفة التقويم التشخيصي وهي 18 تمرين أول شيء الوظيفة رقم سفر للمحور الأول التقويم التشخيصي دليل التلمين في شكل وكتابة وصياغة وتقديم الوظيفة المنزلية قلنا أن كراس الكراس كراس الرياضيات فيه ثلاث كراريس كراس الدروس كراس التمرين وكراس المحاولة كراس واحد 288 غلاف أزرق من هي التمرين الأعداد والحساب هي هذه كصور جذور تبسيط أعداد القاسم المشترك نسبة مقامها عدد ناطق حل معادلة فيها مجهيل قاسم مشترك طريقة أخرى للقاسم مشترك حسابات مبينة مراحل الحساب حساب على الجذور نسب مقامها عدد ناطق حساب على الكصور حساب على القوى حساب على الجذور كتابة علمية حساب القاسم المشترك قاسم مشترك حساب على الكصور حساب على الجذور نفس الشي حساب جذور كصور برهان علاقات حسابية لاحظ هنا برهان علاقات حسابية حساب على الكصور حساب على الجذور نسب مقامها عدد ناطق نفس الشيء إذن لاحظ ثمارين الأعداد والحساب في البيامات السابقة ثرية جدا من ينجزها يستطيع أن يدخل إلى هذا المحور الأول ببساطة لاحظ بيام 2023 الحساب على الكسور الحساب على الجذور الحساب على العدد الصماء نسب مقامها عدد ناطق علاقات حسابية إذن هذه كانت الحلقة الأولى كانت تقديم هذه السلسلة السلسلة في الحقيقة هذا الملف في هذه الأوراق قابلة للقص تقص هذه الأوراق وتلصق في الكراس ويكون الحل أسفل منها إذن هنا نسخة قابلة للقص بدأ الشكل فيها كل التمارين فيها أربع صفحات فيها أربع صفحات تطبع أنت أربع صفحات وتقوم بخصها بالنسبة للحلول كان هناك أنواع من الحلول الحلول بالمخطوطات إذن حلول من 2007 إلى 2023 حل ثماني لعدد الحساب بالمخطوطات حلول مفصلة 18 تمرين خلاص كملتم عام هنا 18 تمرين نديرهم فيديوهات المرحلة الأولى نديرهم فيديوهات والمرحلة الثانية أني اختصرتم هنا بالفرنسية هذا اسمه بالفرنسية كوريكسيون ديطايي وهذا يا أنديكاسيون في الحقيقة هنا كان واحد منهجي يتبع فيها شوفوا معايا بالفرنسية هذه موش يسموها يسموها السلسلة التمارين هذه السلسلة التمارين ثم وش تجي جي كوريكسيون ديطايي مع أنتح حل مفصل حل مفصل هاوراه وبعده وش يجي يجي للإرشادات وبعده يجي استعمال التكنولوجيا لحل التمرين إذن وضحنا تماما طريقة حل هذه التمرين بالألة الحاسبة كيف تستعمل الألة الحاسبة كل التمرين وضعنا له طريقة لحله بالألة الحاسبة هذا الشكل كل التمرين كل التمرين تستطيع إنجازه بالألة الحاسبة خطوات موضحة أنصحكم بطباءة هذا الملف على شكل أوراق ملونة بطبيعة بالألوان فيها ربعين صفحة ربعين صفحة تقريبا ربعين ألف إذا كانت صفحة بالفراك ربعين ألف ماهوش خسارة فيه ربعين ألف صدقوني يعني اللي قادر عنده طابعة بالكلار ولا قادر يطبعها مش خسارة مش خسارة أنصحكم بطباعة هذا الملف بالألوان إذن كينا واحد الفكرة استخدام الحاسبة يسألوا عنه التلميذ يقولون لك أن أريد الحساب أو قال ها لك هنا يوم مش قال لك هنا يوم هاو البرنامج تنظيم الحساب باليد وبالحاسبة باليد مطلوب وبالحاسبة مطلوب ولهذا استخدام الحاسبة مهم لأنها في البرنامج تشتعكم شوفوا كتاب الرابعة ابتدائي شوفوا حتى الخامسة ابتدائي والمتوسط والثانوي ما نحكوش شوفوا في كتابكم صفحة 30 حساب القاسم المشترك لإيجاد القاسم المشترك لعددين يمكن استعمال حاسبة يمكن استعمال حاسبات أخرى ما فعلناه وهذا ما فعلناه في البيامات السابقة يعني لم ندع فرصة لم ندع فرصة إلا واستغليناها على أحسن وجه حلينا جميع التمرين بالحل مفصل ثم حليناه بالألة الحاسبة بهذه الطريقة ينتهي العمل 100% هذا الحلقة رقم واحد اللي هو التقويم التشخيصي وش درنا فيه درنا فيه البرنامج البرنامج هاوراه أكم تلقاه في الموقع أسفل الفيديو ليهم من الانطلاقة الأوراق هذه اللي حاب يطبحها ولا يشوفها ولا هي هبطة عندها في الميكرو متوفرة تلقاوها بهذا الشكل التدرجات السنوية مادة رياضيات مستوى الأولى جدع مشترك أداب سبتمبر 2023 هو نفسه 2023 ما بدلهش هو نفسه 2023 نحن في 2023 بقي نفسه لم يتغير لم يتغير انتهى الفيديو موسيقى